اشتركوا في القناة استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت بطبيعة الحال سنتناول اليوم دكتور أكثر من قصات وسنركز على مقالاتك تحديدا فقد كتبت في جريدة الوطن الكويتية في 8 أبريل 2010 مقالا بعنوان الأوقاف ومهزلة الوسطية تعتبر فيه أن الشؤون الإسلامية غير مؤهلة لتكون رائدة الوسطية وأن المهيئ لهذا الدور هي وزارة التربية أو الإعلام أو المجلس الوطني للثقافة والعلوم الشؤون الإسلامية تمثل السلطة الأخلاقية والدينية وهي ذات صلة مباشرة بنشر الوسطية فهي بما تكون حسب وجهة نظرك جزء من المشكلة لكنها ليست جزء من الحل هل الحل في وزارة التربية التي أيضا تتهجمها وتعتبر أنها متطرفة؟ لا ليش الحل في وزارة التربية هي المقالة تقصت فيها قضية الوسطية أشكالية عندنا فيها في الكويت بدأت المشكلة الوسطية لما بدأت العمليات الارهابية قبل عدة سنوات ثلاثة واربع سنوات في شي اشكالية الكويت مناهج التربية قاعد تفرخ لنا ارهابيين ارهابيين صدروا لأفغانستان والشيشان واخيرا الباكستان واخيرا العراق وين مشكلة في مناهج التربية؟ وشو اللي تعترض عليه دكتور شهر؟ نوعية المناهج التركيز أكثر من لازم على مناهج الدينية والاجتماعية اللي زج الدين في كل قضايا الدين ممكن يفرخ الارهاب؟ الدين حسب مفهوم الدين اللي يطرح إذا أنا درسنا ودار التربية عنا شباب الدين مبسط وسلس وبسطي ومعتدل الآن بسبب انجراف وزارة الأوقاف وزارة الدولة العمومية من الكويت إلى التيار الإسلام السياسي أصبحت قضية التعليم والأوقاف وكثير من العداء حتى التقافة أصبحت مسيسة إسلاميا القضية ليست قضية الإسلام ولا الصوار المشكلة مع الإسلام مشكلة على تفسير الإسلام وكيفية ممارسته وكيفية تعامل معه مع أنك أنت دكتور تقول بأعلى صوتك كما في مقابلة في قناة العربية في بانوراما أنه نحن لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية قبل شوي تقول ما عندي مشكلة مع الإسلام الإسلام ممكن لها شريعة من قال الإسلام ممكن لها شريعة لا لا قضية الشريعة قضية أنا من لا يستمع الشريعة في تطبيقه في بلدي الكويت والإشكالية مع الشريعة تتزم أي مذهب نأخذ فيه أي مفهوم الشريعة فيه مذهب عدة ومفاهيم متعددة هل المفهوم نناخذه مسهوم المدني الوسطي اللي أشوفه أنا في مصر والمغرب والتونس ولا المفهوم الجزيرة العربية ومفهوم الوسطية اللي يزعجك اللي هو تقوم فيه وزارة الأوقاف ما يعجبك لتطبيق الشريعة لا أنا خليتني أشرح قضية قضية ثانية الوزارة الأوقاف لما صار قضية الرهاب وزارة الدولة قررت أنها تبدأ تحاول تحلل إشكالية الرهاب والتطرف في الكويت فلجأت إلى وزارة الأوقاف وهذا خطأ كبير كلفوا ناس من الإخوان المسلمين ويعرفون مسبقا أن الوزارة أقوان المسلمين فالغلطة الكبيرة ارتكت الدولة أن كلف أحد الأشباب الأرابيين بالكويت هم الإخوان والسلف وغيرهم تعتبر أن الإخوان والسلف من أسفال الأراب لهم دور أكيد دعنا نكمل دقيقة من شلو الأجراءات الأخوان الوسطية ما راجعوا المناهج ولا تخذوا خطوط بدوا يدرسون تقص تقطبوا جميع الإخوان المسلمين في مصر أخطابهم في مصر ومغرب أنحاء الوطن العربي كله يكتبوا لهم وسطية الإسلام من قال مشكلة بالوسطية الإسلام؟ الإسلام عبدا ما كان مشكلة مشكلة بتطبيقات الإسلام فالإشكالية الرئيسية هي أي تطبيقات نغذية أين الوسطية؟ أنا طلبنا منهم لطلب منهم دراسة الإشكالية والتطبيقات الإرهاب لهذه قضية اجتماعية على ماء نفس وتربية وحتى الدين بس مو الأخوان المسلمين أو السلف لازم الناس معتدلين يعني السلف والإخوان المسلمين مش معتدلين لا طبعا ما معتدلين من هو النموذج الإسلامي اللي يعجبك دكتور شاملان العيسى؟ والله نموذج الإسلام المعتدل أنا شوفها في الأزهر الشريف والجامعة السيتونة في تونس والمغرب وحتى في دول هم أكو سلف وإخوان في الزيت؟ إيه بسهل لازم نروح حق المطرفين هيقوا علي النموذج أنا أرفض تشهيس الإسلام زج الإسلام بالدين بالسياسة؟ بالسياسة بل ظلم الإسلام أن ندخله بالسياسة ليش؟ لألا تعتقد أن الإسلام يجب أن يشمل جميع مناحي الحياة؟ طبعا الإسلام دير شماحة وخلق عدالة وليش عقوبات فقط بس ليش؟ وليش عبادات لا الإسلام الدين البشرية المفروض يصلح من حالم وليش عداء للآخر وتكفير الجميع واعتقاد حنى وبشل ونرفض الآخر هذا المفهوم مرفوض دكتور شملان العيسى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والكاتب الصحفي الكويتي أنت تقول بأنك لبرالي خرج من تجارب عديدة مريت فيها مريت بتجربة يعني عندما كنت فيها كنت بعثي في بدايتك وبعدين صرت مع جماعات فلسطينية وبعدين بعد ما رديت من أمريكا تقول أنك اكتشفت أنه لبرالية وبطلت سياسة وهذا التدريبتي أنا أعتقد ثارية وعنبتني أن أقدر بلدي أكثر ليش؟ لأن إذا دخلت تيار قومي وبعت تحديدا بالآخر الستينات وإحنا الطلاب الثانوية الكويت ولا بعث ولا أخوان مصريين كان ضعاف وقتها أو حركة قومية ناصريين فمصري كنا البعث فهذا رحت أمريكا تمنى التحدي الصيوني صرنا نشتق القضية الفلسطينية كالشباب عربي متحمس قضيته قضيته الكبرى وبعدين دخلت للفتح واتطوعت العمل الجهادي في الأردن في الأغوار واتدربت ودي تجربة طريفة بعدين لما رديت نادم على هالتجارب؟ لا أبدا اشتفت منها كثير باشتفت منها أن كلها تناقضات فقناقضات بعدين خلنا نكمل بعدين رحت إلى أمريكا رديت من أمريكا جربت البعث وصرت فتحه وتطوعت في الأغوار ورجعت لكويت لما رجعنا كنا التنظيم فتح قابلنا المرحم صلاح خلف كان مسؤول تنظيم الكويت أنا والزميل لدكتور هام قال لنا عندنا اتفاق من الحكومة الكويتية ما ندخل الكويتين بأي تنظيم فلسطيني أنت الكويتين نظم نفسكم يعني بدأت يدور بالي هالقضية الفلسطينية قضية عربية ولا قضية فلسطينية باعتها إذا قضية فلسطينية ليش جعلتوا قضية قومية لحين لما صارنا شباب متحمسين قضية قال لها مصالح أمام الفلسطينيين أولا ونقدر ظروفهم كانت ظروفهم صعبة بالعمل البطل العربي ككل وبعدين سحبت العمل السياسي صرت من المبادئ اللي درستها في الغرب الليبرالية والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الديمقراطية وجدت أنه بلدي أكثر بلد مناسب لممارسة أفكار الليبرالية لكنك تقول دكتور أنه الكويتيين كانوا قبل خمسين سنة أكثر انفتاحا وأكثر بساطة وأكثر لبرالية من الآن طبعا الكويتيين كانوا لأنهم على سجيتهم مجتمع الكويتي مجتمع تجاري وتجار بطبيعتهم مفتحين وكان مفتحين بشكل غير معقول على الآخر لأنهم كلهم عاشوا اعتماد كله على الآخر سواء بالهند التاجر معها أو أفريقيا أو الدول العربية القريبة العراق أو السعودية وغيرها فكانوا دائما تجار فعقليتهم مفتحة فلذلك من خلال مجتمع المدني الكويتي هم اللي يبدوا حركة تعليم والبلدية والمكتبة الأهلية كل الحركات والمطالبة بالديمقراطية جاءت من التجار وليش الحكومة طبق التجارية بالكويت تؤمن إمام مطلق بالديمقراطية لماذا؟ لأنها كانت تتبع ضرائب للنظام النظام كان فقير ما ندخل ماهما فيه دخل له إلا أنه كفاف عايشين هذا قبل النفط قبل النفط ولذلك لما نفرض الضرائب بدأت المطالبات نعم نشارك بالحكم المطالبة الأولى مجلس تشريع الأولى 21 والثاني 38 ومنها الحوار بين الطبقة التجارية اللي تطمح للتغيير والتطور السلمي والطبقة الحاكمة فيه علاقات وثيقة بين الطرفين من بثقة الديمقراطية الكويتية اللي نشوف النتائج اليوم طيب أنت مؤمن بالديمقراطية وتدافع عن الديمقراطية وبعدين تقول من ينطبق الشريعة الإسلامية بالكويت مع أنه معظم الشعب الكويتية يبي يطبق الشريعة لماذا لا ترضخ للديمقراطية في هذه لا 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 تعمم هذا الإسلام السياسي الذي وصل إلى مجلس أمة منذ وصوله وهو يحاول عن طريق محاولة تغيير أنت وصلت للمجلس الأمة عن طريق الانتخاب ضمن الدستور المدني اللي برالي أعتقد أنا الدستور مدني أنت تحاول أول ما وصلت كإسلامي تغيير المادة الثانية من الدستور التي تقول الإسلام مصدر دين الدولة والمصدر أحد المصادر الرئيشية للتشريع يعني إسلام ودي قوانين مدنية يعني قوانين رومانية